السلام عليكم ازايكو يا حباب قلبي عندين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة فيديو جديد للسيدة اجنبية هنشوف كده تنظيمها وترتيبها يكون عامل ازاي في حاجات حلوة قوي جدا في الفيديو ده وفي دكورات هتفيدك جدا جدا ممكن تعملي حاجات في قلبي بيتك بصوا من لا مفيش كده بس طبعينيك كده على الفيديو ان شاء الله للاخر وان شاء الله الفيديو هيعجبكو جدا جدا مليان افكار حلوة جدا جدا كميل الفيديو بس ان شاء الله هتستفدي منه طبعا ما تنسوش بقى ادعموكم ليه باللايك عايزة لايقات حلوة كده منكم وكمان هونت اقوموا مرة بتشوفوني من خلال الفيديو ده ياريت تساعدني وجودكم معايا وتشتركوا في القناة وتفعالي زرار الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد مني ومعايد فيديوهاتنا كل يوم الساعة 11 ومص مساء بتوقيت القاهرة حبيت ان انا اقول المعايد علشان بس لو اي حد جديد معانا في القناة يكون عارف معايد الفيديوهات بتنزل الساعة كام وياريت تتفعلوا مع الفيدي الفيديوهات في اول يعني ما الفيديو ينزل عشان اعرف ان الفيديو بيعجبكم زي ما انتو شفتو اول حاجة حبايب قلبي هي كانت جايبة منظم للحلل لان طبعا كلنا بيكون عندنا فكرة الحلل دي اه والغطيان بتاعتها مش بنكون عارفين اه نحطها فين وطبعا احنا جبناه في اكتر من فيديو ولكن انا دايما معايكو في الحاجات اللي هي تخلينا عندنا باور وطاقة كده ان احنا نشوف حاجات بتنا فكرة العدد كمان اللي هي السجادة طبعا كلنا بيكون عندنا سجاد او بيكون عندنا مشايات بتكون بتتنى كده واحيانا كتير بنتعب فيها في كل شوية نشيل ونحطه كده فبنبقى تعبانين منها زي ما انتو شايفين جابت نسادس الشامع وثبتتها من مكان والمكان التاني مش بيكون متثبت ولا حاجة بس عشان ما دي تجريش في نفس الوقت هتقدري بعد كده ان كنت اتشيليها وبعد كده زي ما انتو شفتو طبعا التنظيم بتاع المطبخ اللي هي نظمته للدارفة اللي تحت من نسبة للمنظفات بتحط كل حاجة مكانها وحتى كان فيه حاجات بتاع غرفة الغسيل حطتها فده كان تنظيمها كمان هنا حبيت ان انا اضفلكو حاجة حلوة جدا ممكن مش بضفها لكم كتير ولكن حبيت ان هو يكون تغيير وتنوع من الفيديو وفي نفس الوقت كمان استفاد منه كله اللي هو ايه هي هنا كنت بتحضر اللانشبوكس بتاع اولادها فحبيت ان انا اشاركو معيكو كده بحيس ان انتو تاخدوا لو اي حاجة فكرة بسيطة وطبعا ده طرقتها ليه غسل الفواكه طبعا هي بتحط كل حاجة آآ عناصر غذائية طبعا احنا كلنا اكيد بنعمل كده علشين صحة اولادنا يعني بنحاول على القدر الامكان يدلهم العناصر اللي هي بتكون غذائية اكتر آآ علشان خاطر طبعا صحتهم وفي نفس الوقت ما نكونش آآ بندرهم بحاجات مثلا يعني حاولوا على قدم تقدروا اولادكم يبقوا في المدارس ما تدلهمش آآ حاجات مسقرة كتير او سكريات ويه كمان الشوكولاتة لاني معروف يعني الشوكولاتة تخلي الطفل بيهايبر وبالتالي بيعمش آآ كتير كده و وفي نفس الوقت كمان يعني انتم عارفين ان شوكولاتات او سكريات على كل حال يعني بلاش يعني بلاش في المدارس بس بصوا بقى الفكرة دي حلوة جدا 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 من برطمان بسيط جدا اي برطمان طبعا برطمان دي بتاعت اي كايا لو حد عايز نفس الشكل ده يعني موجود في اي كايا جابته ورشة الغطا بتاعه باللون الجلد وجابت كده آآ قطعة آآ دي بتبقى ده بيبقى مقبض بتاع الاسترائر عارفين آآ المقابض بتاعت استرائر هي دي حطتها كده وبعد كذا انتم شايفين انها ضمت بيها المطبخ على الفكرة عايز اقول لكم ان فيه تنظيمات آآ هي آآ عاملها في قلب المطبخ يعني وفيه تجديدات آآ بصوا هي هنا كانت بتمسح المطبخ او بتكنس المطبخ طبعا كلنا شوفنا في اكتر من فيديو المكنسة اللي احنا شوفناها مع بعض هنا بقى فيه مكتبة كده هي آآ بترتبها وكلنا عارفين يعني آآ 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 الترتيب بتاع المكاتب او اي حاجة احنا كلنا بنوف نعملها يعني ولكن احنا بناخد زي ما قلت لكم قبل كده افكار من بعض ولكن آآ اللون الاخضر الملكي حلو جدا عجبني الاخضر الملكي معه الجلد والاويض فعمل ماتشنج حلو جدا بس ده كان آآ ترتبها يعني فيه بترتب فيه كده بسو في حاجات هي بتشيلها وفي حاجات هي بتحطها بحيس ان هي توصل للحاجة اللي هي عايزها وده آآ حلو جدا احنا كمان لما نعمل حاجة زي كده آآ يعني بيكون فكرتها حلو هنيجي هنا ده مكتبة يعني ايه هو عندها آآ ريسبشن آآ او آآ مش عارفة مش فاكرة كان ريسبشن بالضبط ولا بس هنشوف دلوقتي في الفيديو فبتعمل المكتبة بتاعته كجايباله الليدات دي طبعا الليدات دي هت حلوة جدا وعملية جدا الليدات دي بتتشارع من عند اي حد آآ كهربائي بتآ هي فيها دابل فيس بتلزقيها في اي مكان انت عايزها وبتتشحن آآ بحكار عادي جدا ولها رموت عشان تشتغل بكل سهولة يعني بصو بقى زي ما انتو شايفين آآ آآ الشاشة عادية جدا هي بتعمل هنا زي نظام برواز او طابلو للشاشة كنوع تغيير وتجديد من شكل الشاشة فاهميني فا آآ فيه طبعا ناس تقول لك ايه ده لأ احنا مش حابين كده وفيه ناس ممكن تفقد تحب تحبي كده اللي هي مسلا يكون فيه تغيير او يكون فيه حاجة حوالين الشاشة طبعا بتجيب هنا الخشب دوت الخشب ده بيكون بتاع آآ اللي هو من عند النجار عادي تمام بتاع برواز يعني بتقولي للنجار ممكن بقى لو انت حاب انك انت تعميلي زي كده انا حابت ان اجيب لكوا التفاصيل بتاعتها يعني هي هي هنا بتوريكوا تأسيسه عامل ازاي بحيس لما انت بتيجي تحط الشاشة بتاعتك فيه آآ ما يقعش او آآ او لا تقدر الله ما يقعش على الشاشة فيه يوم اخد الشاشة واقع فاهميني فيه آآ فيه أساسي يعني ازاي مش عارف اقولها لكم ازاي تأسيس كده تأسيس للتابلو ده او للبرواز ده آآ علشان خطر ما يقعش فده طبعا يعني احنا ك يعني كحاريم في قلب بيوتنا انا شخصيا معروفش عاملها الا بقى بصو لو اعتفكر فيه كتير فاهميني هي سهلة وبسيطة بس هي عايزة المشكلة ان هي عايزة بس ادوات ان كنت تقدر تقطعي عليها الخشب والكلام ده كله زي ما هي قطعتها شايفين ده شكله عامل ازاي طبعا دهنته باللون الجلد وده كان شكله يعني بصو هو ده المكان اللي كنت بقولكه عليه وكان فيه مكتبة النحية التانية اللي هي حطت فيها اللدات آآ وهنا برضو بتحط نفس اللدات دي فآآ بصو هي فكرة الشاشة حلوة تحس ان هو يعني ممكن تبقى مشغالة الشاشة على اي صورة او على اي حاجة وتحس ان كنتي حطة طبلو على الحيطة محدش ممكن ناس كتير تخش بيتك وتكوني جايبة شايت تكوني جايبة حاجة وحطها كده وتفكر ان ده طبلو والله العظيم بيجد بصو هنا بقى فكرة فكرة تانية وعجبتني فكرة الطبلو على الحيطة جابت برضو نفس الخشب ده وحطيته على الحيطة زي البرويز بالزبط كأنك حطت طبلو ودهنة الحيطة ابيض وحطت في النص الصورة وبعد كده حطت الازاز بيجاد شكله حلوة قوي 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 وفي نفس الوقت كمان كأنك حطت طبلو على الحيطة هنيجي هنا بقى للنجافة بتاعتها كانت حطة نجافة باللون السيلفر طبعا والنجافة دي بصو هي موجودة دلوقتي طبعا هي جايبا لكم ليه الحاجة اللي هي بتاعت الكوبس بتاع الكهربا ان هي بتقول ان هي فصلة الكهربا تماما مش ما يكونش فيها اي كهربا زي ما انتم شفتوا وبعد كده بتحط النجافة هي مش بتستنى ان حد يجي يعملها لها يعني بصو ده بقى المفروض المكتبة ولكن هي غيرت فيها زي ما انا وردكو وشالت المكتبة وحطت مكانها القرفف دي هي برضو بتبقى مكتبة بسيطة او واحدة كده بقرفف وبتدي تبتدي تحطي عليها الكتب او ديكورات اللي هي حباها زي ما هي ما عملت كده وحطت بقى الديكورات على المكتبة طبعا الاول عايز اقول لكم ان هي كتحطة هنا الشاشة بتاعت التليفزيون زي ما انتم شفتوا ولكن غيرتها وبتقول ان هي المكان اللي هو هابصوا لأ ده سوري هي ما غيرتش التانية هنا ده على الجنب ده الارفف والنحية التانية المكتبة اللي هي مقفولة شفتوها هنجي بقى هنا للريسبشور عندها وهي حتى حاجات بسيطة زي ما انتم شايفين وطبعا بصوا ده برضو زي نزوم للدات كده بس فيها جلد دي حلوة برضو بالحجار يعني زي نزوم اباجورة كده بصراحة شكلها حلو بصوا في حاجة جديدة بتطلع كل يوم اشكال والوان جديدة كده بتطلع بتخلينا كده بصوا تبقى بجد بجد بترتاحي يعني لما تدي النفس كيمتي امل بصوا هي هنا كان التويلت مفروض ان هو بتاع غرفة النوم يعني كانت بتنظمه زي ما انتم شايفين وبتحط الحاجة بتاعته وبعد كده روحت بقى على الغسالة الغسالة العادية او الغرفة بتاعت الغسيل يعني بتنظم فيها الحاجة بتاعتها وبعد كده بتحطها بصوا مفروض المقطع ده كان بتاع المطبخ برضو بس هي كانت تحطها مع الغسالة فده اجاف ده بقى معلش ممكن تكون شوفتوه في اول فيديو يعني بس ده يعني تنظمها لي الغسالة بتاعت الغسيل او الغرفة بتاعت الغسيل على كل حال بصوا دي فكرة فوات ما كنت تجيبوا بوكس وتحطوا فيها الفوات كده او ممكن زي ما هتشوفوا الناحية التانية دلوقتي يعني مثلا كنت تحط الفوات في الأدراج وهي هتورها لكو دلوقتي او في مثلا فصانية كده يعني بحيث انك انت تزبطي الدنيا عندك هي حاطة الفوات في الدرج تقدر تعملي اي حاجة يعني بنفسك انت مش شعر تبقى تكلفي نفسك وتجيبي حاجات المهم انك انت تجيبي حاجات اي بسيطة او تعملي حاجات بسيطة في بيتك يعني بصوا هناك كانت حتى دوات كانت نقول علي اي مش عارفة منظم منظم رشته كده باللون الجلد وبصوا بقى تقدر تعمله في كل حاجة زي ما انت شفتو حطت في معالق تقدر تعملي في اي حاجة تانية زي ما هي عملت الشمعدان كده فيه يعني انا حبيت ان انا اجبهو لكو لو في عندك اي حاجة قديمة تقدر تعملها اعادة استخدام وما ترمهاش بس كده حباب قلبي ده كان الفيديو بتاعي النهاردة يارب يكون الفيديو عجبكو يكون السيدة اللي كانت معنا النهاردة تكون عجبتكو شوكو الفيديو الجاي واسبكو براعات الله وحفظه ومع السلامة شكرا